في الحلقة الماضية وعدت الأخ العزيز سيف الله الفضلي من بغداد أن أجيبه على سؤاله الذي ورد في رسالته التي بين يدي عن السفياني وتحديدا عن موقف الشيعة من السفياني وبشكل خاص السؤال عن شيعة العراق ما هي علاقة شيعة العراق بالسفياني بحسب ما جاء في أحاديثهم الشريفة هناك كم من أحاديث المخالفين تحدثت تحدثت عن السفياني وعن علاقة الشيعة في العراق به ما بين السلب والإيجاب لا شأن لي بأحاديثهم سأحدثكم من رواياتنا وأحاديثنا التي جاءت في كتبنا المعروفة لدينا الحديث عن السفياني حديث متشعب لكثرة الروايات التي عندنا بخصوصه وأنا لا أريد أن أغطي كل التفاصيل فذلك يحتاج إلى وقت طويل خلاصة ما أريد بيانه في هذه الحلقة هناك سيناريو هان السيناريو الأول السفياني السفياني ستأتي قواته إلى العراق وسيؤذي شيعة العراق أذى كبيرة وهناك سيناريو آخر من أنه سيؤذي بعض شيعة العراق أما الأعم الأغلب فإنهم سيبايعونه بعد أن تستقر قوات السفياني في النجف مراجع النجف عمائم النجف ستكون إلى جانب السفياني في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو السيناريو الأخطر المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن السيناريو الذي سيتحقق في العراق هو السيناريو الثاني إذا كنا في زمان قريب من ظهور السفياني والذي سيكون ظهوره في زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأعرض بين أيديكم لقطات من الأحاديث على سبيل المثال هذا الحديث حديث طويل سأأخذ منه لقطة ترتبط بموضوع الحلقة إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني شيخنا النعماني توفي سنة 360 للهجرة الطبعة طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى 1422 هجر قمري قموا المقدسة صفحة 289 حديث طويل يبدأ سنده صفحة 288 رقم الحديث 67 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة إمامنا قبل هذا ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق همته هي هذه ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة الإمام يتحدث عن الفترة الزمانية التي سيتغلب فيها السفياني على الشام بعد أن يعتلي من بر دمشق بعد أن يكون قد سيطر على سوريا بتمامها همته العليا همته الأولى باتجاه العراق ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفا فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثة وتطوي المنازل طيا حثيثة إما أن الإشارة إلى وسائل النقل السريعة أو أن الإشارة إلى أنهم جاءوا مسرعين لإنقاذ النجف وأهل النجف من السفياني وفعلا سيندحر جيش السفياني ويعود أدراجه إلى سوريا بعد أن تصل القوات الخراسانية من إيران بحسب هذا السيناريو بحسب هذه أصور ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفا فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا فبين هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة هذه مجموعة أحداث ذكرتها الرواية التي حدثنا بها جابر الجعفي عن إمامنا الباقر أنا لا أريد أن أتوغل في كل التفاصيل الصغيرة إنما أريد أن أعرض بين أيديكم لقطات من خلال ما تحدثت رواياتنا الشريفة صفحة ثلاثمية وعشرة إنه الباب الثامن عشر الحديث الأول بسنده عن عيسى ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية مهمة مهمة جدا الإمام يقول السفياني من المحتوم وخروجه في رجب المراد من خروجه في رجب أن يكون ظاهرا مبسوط اليد على سوريا وإلا فإن حركة السفياني ستبدأ في شهر محرم من السنة التي تسبق سنة الظهور وهي سنة زوجية أتحدث عن السنة التي يبدأ السفياني تحركه فيها في شهر محرم من شهر محرم إلى نهاية شهر جماد الثانية وبداية شهر رجب سوف يتغلب السفياني على كل الرايات في سوريا في بداية شهر رجب في الأسبوع الأول من شهر رجب سيكون قد بسط نفوذه على سوريا فحرب ستة أشهر من بداية محرم إلى نهاية جماد الثانية في شهر رجب يكون السفياني قد ظهر بشكل علني في الشام وصار معتليا على منبر دمشق السفياني من المحتوم وخروجه في رجب ومن أول خروجه إلى آخره من أول خروجه في شهر محرم حينما يبدأ تحركه في السيطرة على سوريا ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ستة أشهر يقاتل فيها من محرم إلى جماداء الثاني في السنة التي تسبق سنة الظهور ستة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس سيطر على الشام الكور الخمس المناطق المهمة في بلاد الشام ملك تسعة أشهر تبدأ من شهر رجب تستمر إلى نهاية تلك السنة يكون الظهور في شهر محرم يستمر بقاء السفياني من بداية سنة الظهور إلى ثلاثة أشهر إلى نهاية ربيع الأول وهنا ستنتهي فتنة السفياني ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ستة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما الرواية مهمة جدا وواضحة جدا الحديث الثالث صفحة 311 بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أأخذ منه موطن الحاجة الإمام في بداية الحديث وجه الكلام إلى الشيعة اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه على ما أنتم عليه من انتظار إمام زمانكم ومما يحيط بكم من الفتن والبلايا اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله الاجتهاد في طاعة الله أن يواصل الإنسان عبادته أن يواصل الإنسان طاعته حين أتحدث عن العبادة إنني لا أتحدث عن ركوع وسجود فقط العبادة الحقيقية تبدأ بطلب معرفة إمام زماننا وتنتهي بانتظار فرجه أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج وهذا الإكثار بحسب ما أمرنا إمام زماننا صلوات الله عليه لا بد أن يصاحبه عمل كثير 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 في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم اتقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله إلى أن يقول إمامنا الباقر وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم السفياني السفياني سيقضي على رايات الضلال في سوريا السفياني سيقضي على الحكم العباسي في بغداد في بغداد وهذا التعبير يشخص فيه إمامنا الباقر من أن العباسيين في بغداد هم أعداء شيعة الحجة بن الحسن قضية خطيرة جدا هذه وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم السفياني مثلما في أحاديثنا وفي رواياتنا سيقضي على رايات في سوريا وسيقضي على الحكم العباسي في بغداد وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم وهو من العلامات لكم مع أن الفاسقة لو قد خرج لو قد خرج في شهر رجب إنه الخروج العلني خروج انتصاره على رايات الشام مع أن الفاسقة لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم فقال له بعض أصحابه فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك قال إمامنا الباقر يتغيب الرجل منكم عنه يتغيب عن السفياني يتغيب الرجل منكم عنه فإن حنقه وشرهه فإنما هي على شيعتنا وأما النساء على شيعتنا من الرجال وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى قيل فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه فقال من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان الإمام ذكر المدينة وذكر مكة على سبيل المثال إنما هو الخروج إلى أي مكان قيل فإلى أين يخرج الرجال ويهربون منه فقال من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان ثم قال ما تصنعون بالمدينة وإنما يقصد جيش الفاسق إليها لكن لو قصدوها فإن حالهم سيكون في أمن مثل ما يظهر من روايات أخرى ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم لأن مكة هي الأقرب إلى إمام زماننا حيث أن بداية ظهوره الشريف ستكون من مكة ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم مجمع المهدويين وإنما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر ولا يجوزها إن شاء الله نذهب إلى فاصل الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث السابع صفحة ثلاثمية وثلاثة عش بسنده عن خلاد الصائخ عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب أذا الخروج بعد غلبته بعد انتصاره على الرايات في الشام السفياني لا بد منه ولا يخرج إلا في رجب فقال له رجل يا أبا عبد الله يخاطب الإمام الصادق صلوات الله عليه إذا خرج فما حالنا قال الإمام إن كان ذلك فإلينا إن كان ذلك فإلينا إلى راية اليماني تلك رايتهم أو على الأقل إلى راية الخراساني الإمام الإمام حين يقول إن كان ذلك فإلينا رايتهم هي راية اليماني واليماني سيكون ظهوره في الوقت الذي سيظهر فيه السفياني وكذلك الحال مع الخراساني فقال له رجل من أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام إذا خرج إذا خرج السفياني فما حالنا قال الإمام صلوات الله عليه إن كان ذلك فإلينا الحديث التاسع صفحة 314 بسنده عن علي بن أبي حمزة قال رافقت أبا الحسني موسى بن جعفر بين مكة والمدينة هذا علي البطائن هذه الرواية أيام كان على الهدى قبل أن يصبح مرجعا شيعيا كلبا منطورا هذا هو المرجع الكلب علي ابن أبي حمزة البطائني المرجع الشيعي الكبير إنه الكلب الممطور المراجع على أصناف منهم المراجع الخنازير بحسب الروايات ومنهم المراجع الكلاب علي البطائني هذا من مراجع الشيعة الكلاب ومن الكلاب الممطورة في البداية كان حمارا من المراجع الحمير ثم ترقى في الرتبة حتى صار كلبا منطورا لعنة الله عليه هذه الرواية أيام كان على الهدى يقول رافقت أبا الحسني موسى بن جعفر بين مكة والمدينة فقال لي يوما يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني يعني أن سفيانية حينما يخرج لا بد أن عباسيين يحكمون بغداد هذا هو الذي يريد الإمام الكاظم أن يقوله لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم يقتلون وسيبقى الحكم العباسي في بغداد حتى يخرج السفياني وهو الذي يقضي على حكمه لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني قلت له البطائن يقول للإمام الكاظم يا سيدي أمره من المحتوم قال نعم ثم أطرف هنيئة أطرف هنيئة أطرق برأسه يقال أطرق ويقال أطرف ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال ملك بني العباس مكر وخداع إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني الكلام عن السفياني السفياني لا علاقة له بالحكم العباسي الأول حكم طويت صحائفه وانتهى الحديث عن السفياني سيكون حديثا عن العباسيين في حكم هم الثاني في بغداد الإمام هكذا قال ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال لم يبقى منه شيء ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء ما هذا نحن نشاهده الآن في زماننا في الحكم العباسي الشيعي في بغداد تشتد الخلافات فيما بينه حتى يبدو أن أمرهم سينتهي ولكن المرجعية بمكرها وخداعها تتدخل وحينئذ تعيد الحياة إليهم تعيد الحياة إلى المجموعات العباسية الشيعية الحاكمة في بغداد كم من انتخابات كادت أن تفشل بالتمام والكمال السيستاني في اللحظات الأخيرة تدخل بمكره وخداعه وأعاد الحياة لتلك الانتخابات ولتلك المجموعات العباسية الشيعية هذا نحن نشاهده قد لا تنطبق الرواية على هذا الزمان لكن الذي نشاهده على أرض الواقع يقارب هذا الوصف ملك بن العباس مكر وخداع المرجعية السيستانية متخصصة في المكر والخداع ملك بن العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال لم يبقى منه شيء ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء الحديث الحادي عشر صفحة ثلاثمية وخمسطعاش بسنده عن الحسن ابن الجهم قال قلت للرضا أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفيانية يقوم وقد ذهب سلطان بن العباس فقال كذبوا إنه لا يقوم وإن سلطانهم لقائم لابد من وجود حكم عباسي شيعي في بغداد والسفياني هو الذي سيسقط هذا الحكم العباسي الشيعي في بغداد ومرت علينا الرواية عن إمامنا الباقري إنه يعد الحكم العباسية الشيعية في بغداد يعده عدوا للشيعة المهدوي وهذا ما يصدقه الواقع نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان حديث طويل يبدأ في صفحة 217 إنه الحديث الثمانون نقله المجلس عن كتاب كشف اليقين لابن طاوس لابن طاوس علي رضي الدين ابن طاوس الداودي الحلي الحسني بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أنس بن مالك وأنس بن مالك ناصبي معروف من أعداء أمير المؤمنين نقل حديثاً فيه تفصيل الحديث الذي كان بين أمير المؤمنين وراهب براثة لما رجع الأمير من النهروان ومر بمنطقة براثة التي هي بغداد في زماننا هذا حديث راهب براثة الحباب راهب براثة مع أمير المؤمنين ينقله أنس بن مالك يحدثنا به جابر الأنصار الحديث لا يخل من اختلال على أي حال أذهب إلى موطن الحاجة ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحداً إلا قتلوه وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة الدرة المطروحة يعني بإمكانه أن يأخذها ليس هناك من مانع يمنعه أن يأخذها وإن الرجل منهم من جيش السفياني ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها ويرى الصبي الصغيرة فيلحقه فيقتله صورة بشحت جداً ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحداً إلا قتلوه وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها ويرى الصبي الصغير فيلحقه فيقتله مثل ما بيّنت لكم في أول حديثي هناك سيناريو هان سيناريو يؤذي فيه السفياني الشيعة العراق بشكل عام وتكون هناك مواجهة فيما بين الشيعة والسفياني وسيناريو آخر وهو أن السفيانية يؤذي بعض شيعة العراق لكن الأعمى الأغلب سيبايعونه صفحة ميتين واثنين وعشرين من حديث طويل جاء مرويا في تفسير العياش عن جابر الجعفي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من ما يرتبط بالسفياني ويظهر السفياني ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد وشيعته فيبعث بعثا إلى الكوفة فيصاب أناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا وصلبا وتقبل راية من خراسان حتى تنزل ساحل الدجلة يخرج رجل من الموالي ضعيف ومن تبعه فيصاب بظهر الكوفة يصاب بظهر الكوفة من قبل السفياني مرت علينا رواية هي أوضح من هذه الرواية قرأتها عليكم من غيبة النعماني صفحة 264 الحديث 149 بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم بنو فلان بنو العباس فإذا اختلف طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني صفحة 272 رقم الحديث 167 وهذا الحديث لا يخلو من اختلال أيضا حديث طويل عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صفحة 273 ويبعث السفياني مئة وثلاثين ألفا إلى الكوفة وينزلون الروحاء والفاروق أسماء أسماء مواقع وينزلون الروحاء والفاروق المطبوع المطبوع هنا الفارق في الحقيقة لفظت لفظت الفاروق من دون أن ألتفت إلى هذه الكلمة لما أحفظه فهذا النص في المصادر القديمة وردت فيه كلمة الفاروق وليست الفارق ويبعث السفياني مئة وثلاثين ألفا إلى الكوفة وينزلون الروحاء والفارق والصحيح الفاروق في النسخ القديمة من كتب الحديث أسماء مواقع فيسير منها ستون ألفا حتى ينزل الكوفة موضع قبر هود عليه السلام بن نخيل فيهجمون إليهم يوم الزين وأمير الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر قلت لكم هذا الحديث فيه اختلال اختلاله من جهة عدم تطابق مضامينه مع الروايات الصحيحة التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة الواضحة وأعتقد أنني مرارا وكرارا شرحت لكم طريقة في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور من أنني لا أعتمد على أحاديث المخالفين ولا أعتمد في تأسيس رؤيتي على الأحاديث التي لم ترد في كتبنا الأصلية القديمة إنما أؤسس رؤيتي وأؤسس الخارطة لأحداث الغيبة والظهور وفقا للأحاديث المحكمة الواضحة الصريحة في كتبنا القديمة الأصلية أما بقية الأحاديث أنا لا أرفضها وإنما أجعلها في حاشية مضمون تلك الأحاديث لكنني قرأت نماذج من تلك الأحاديث كي أبين لكم من أين نشأت صورة السيناريو الأول وهو أن السفيانية سيؤذي شيعة العراق عموما نشأت الصورة من هذه الروايات أذهب بكم إلى غيبة الطوس وإلى رواية مهمة وقد تحدثت عنها بالتفصيل في حلقات سابقة من حلقات هذا البرنامج نذهب إلى فاصل غيبة الطوس الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 279 بسنده عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قطعا الترديد من الراوي الواضح في أحاديثنا فإن السفيانية لا يأتي إلى العراق بشخصه وإنما يبعث رجالا من قادته من أعوانه كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة الرحبة المكان الواسع إذا كنا نتحدث عن الكوفة القديمة فإن رحبة الكوفة هي مساحة مفتوحة في وسط المدينة تكون من جهة دار أمير المؤمنين التي بقيت آثارها إلى يومنا هذا مساحة مفتوحة في جهة دار أمير المؤمنين تلك التي يقال لها رحبة الكوفة وقد تسمى أيضا برحبة علي نسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأنه طالما ما كان يلتقي بشيعته في هذا المكان وحينما يريد أن يجمع الجند للخروج للقتال في بادئ الأمر يجمعهم في الرحبة هذه وبعد ذلك يأمرهم بالانتقال إلى موضع النخيلة لكن المرادة من الرحبة هي الساحة الواسعة العريضة كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم هذا يعني أن الذين يقطنون النجف والكوفة ما هم من شيعة علي في في نظر السفياني في نظر صاحب السفياني لماذا؟ لأنهم قد بايعوا السفياني هو يبحث عن شيعة علي الذين هم في حال انتظار لإمام زمانهم وهم رافضون للسفياني ورافضون لشيعة النجف والكوفة الذين بايعوا السفياني بأمر مراجع النجف وكربلا فشيعة النجف والكوفة يعدون هؤلاء أعداء لهم ولذا حين يعلن صاحب السفياني جائزة لقطع رؤوس أولئك الذين لا وجود لهم بشكل ظاهر فمن كان عارفا بأحد منهم فإنه سيبلغ قوات السفياني كي يقطع رأسه وينال الجائزة بسبب تعاونه مع القوات السفيانية وما هذا بشيء غريب على البتريين والمرجئيين كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهام فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغاية ثم يأتي الحديث عن صاحب البرقع هذه الرواية مرت علينا في حلقات سابقة في هذا البرنامج وتحدثت عنها بشكل مفصل لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم اللقطة المهمة هي هذه من أن قائد جيش السفياني سيستقر في النجاف ومن أن مراجع النجاف ومن أن شيعة النجاف ستبايع السفياني وسيعينون السفيانية في البحث عن المنتظرين لإمام زمانهم من شيعة عليين صلوات الله وسلامه عليه الرواية واضحة وصريحة جدا في المضمون الذي حدثتكم عنه بشكل إجمال إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع التي تناولت فيها الرواية وشرحتها بشكل مفصل كامل نذهب نذهب إلى فصل من المصدر نفسه من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار صفحة 343 لقطة من حديث طويل يبدأ في صفحة 341 إنه الحديث الحادي والتسعون نقله المجلس عن تفسير العياش عن عبد الأعلى الحلبي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الجواد يقول لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة هذه الرواية مرت علينا وشرحتها بشكل مفصل لذا سأذهب إلى موطن الحاجة منها إمامنا الجواد يقول وأنا أقرأ من صفحة 344 وعلى الكوفة خندق مخندق قلت من هو القائل إنه عبد الأعلى الحلبي الذي يحدثنا عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه قلت خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين الحديث عن إمام زماننا صلوات الله عليه فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها إنهم شيعة المراجع أصحاب العمائم إنهم مراجع النجف وكربلاء ومن يشايعهم فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني السفياني مستقر في النجف في الكوفة ويخرجون معه لقتال صاحب الأمر من أصحاب العمائم إنهم مرجئة الشيعة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه استطردوا له ثم يقول كروا عليهم قال أبو جعفر إمامنا الجوات لا يجوز والله الخندق منهم مخبر الرواية صريحة وواضحة في أن شيعة النجف وكربلاء سيكونون مع السفياني وحينما تكون النجف وكربلاء مع السفياني يعني أن شيعة العراق ستبايع السفياني وهذا ما يحدثنا عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه صفحة ثلاثمية وسبعة وثماني رقم الحديث ميتين واربعة عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إمامنا السجاد يتحدث عن حركة القائم من الحجاز باتجاه باتجاه العراق إلى أن يقول ثم يسير الإمام الحج يسير حتى ينتهي إلى القادسية القادسية موطن معروف في العراق موطن قريب من النجف حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني من هم هؤلاء هل هم أكراد السليمانية وأربيل أم أنهم سنة الأنبار وتكريت والموصل هؤلاء هم شيعة البصرة والناصرية والعمارة إنهم شيعة السماوة والديوانية والحلة وكربلاء والنجف ثم يسير إمام زماننا الحجة بن الحسن حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني لاحظتم أن الأحاديث التي تحدثت عن ذبح السفياني لشيعة الكوفة لا تخلو من خلل والطراب أما هذه الأحاديث واضحة واضحة جدا واضحة وصريحة ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني مراجع النجف وكربلاء على علم من أن الإمام في الطريق إليهم فعجلوا بإصدار الفتاوى والبيانات كي تبايع الشيعة السفياني وإلا كيف يحصل هذا ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني الحديث ميتين وخمسة في صفحة نفسها الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة من جيش السفياني يخرج إليه من الكوفة ليس خائفا إنه مطمئن لأن الكوفة قد باعته وإلا لو كان خائفا من أهل الكوفة والنجف من أنهم سيناصرون سيناصرون إمامهم لخرج من الكوفة احتياطا من دون أن يصاحبه أهل الكوفة دققوا في كلمات الرواية يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة من جيش السفياني وأصحابه أصحابه مراجع النجف والناس معه عامة شيعة العراق الذين بايعوا السفياني كما في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه أصحاب السفياني أصحاب السفياني أصحاب العمائم والناس معه وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم الإمام يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويقول من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله إلى آخر خطبته التي ذكرتها الروايات والأحاديث فماذا يقولون له بعد أن يخطب فيهم ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك وقد خبرناكم واختبرناكم إلى آخر الرواية الرواية بعد ذلك تقول الإمام يعود إليهم يوم الجمعة لأن الواقعة التي مرت كانت في يوم الأربعاء والإمام لا يبدأهم بقتال هم يبدأون بقتال ويقتلون بعض أصحاب الإمام إلى آخر الرواية هذه الروايات واضحة وواضحة جدا وصريحة وبينة من أن شيعة العراق سيبايعون السفياني سيناصرون السفياني نذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم موضوع السفياني موضوع متشعب وقد وردت بخصوصه الروايات الكثيرة والأحاديث الوفيرة ما عرضته لكم هو نماذج من الأحاديث ألخص المطلب في النقاط التالية أولا أحاديث كتب المخالفين لا شأن لي بها ثانيا أحاديث التي في كتبنا بالإجمال تتحدث عن مسارين عن صورتين صورة تقول من أن السفيانية سيؤذي عامة شيعة العراق ومن أن الشيعة سيكونون في مواجهته الروايات الروايات التي تحدثت عن هذا المضمون لا يخلو بعضها من اختلال ولا أريد أن أدخل في تفاصيل اختلالها ليس عندي من وقت كاف للخوض في مثل هذا المطلب لابد أن أعود إلى الروايات وأن أقرأها وأن أشخص مواضع الخلل فيها وهذا لا أعتقد أنه ضروري لأن الإجابة إجابة إجمالية أما أصورة الثانية السيناريو الثاني وهو الذي أذكره دائما في أحاديث من أن السفيانية سيؤذي بعض شيعة العراق أما الأعم الأغلب من شيعة العراق سيبايعون السفياني النجف ستكون مفتوحة لجيش السفياني ومرحبة به هذا الأمر نحن لا نستغربه أبدا موقف النجف وأتحدث عن شخص السيستاني في اللقاء السري الذي دار فيما بينه وبين عمر موسى وعمر موسى تحدث عن ذلك في مذكراته وحتى في اللقاءات التلفزيونية وحدثتكم عن هذا الموضوع لا أريد أن أكرر كلامي بهذا الشأن العلاقة الواضحة المتينة ما بين السيستاني والسعودية ودول الخليج هذه قضية لا تخفى على أحد الموقف السيستاني من النواصب والمخالفين بشكل عام تأييده المنقطع النظير للضباط البعثيين ولفدائي صدام وهذا الكلام عرضته لكم بالوثائق تأييده للكيانات السنية السياسية بنحو أعطاها أكثر مما تستحق إلى كل التفاصيل التي قام بها وكانت النتائج لصالح البعثيين ولصالح النواصب وأعداء أهل البيت وهذه القضية واضحة هذه المقدمات هي التي تجعلني أتحدث عن السيناريو الثاني قد يقول قائل ليس هناك من دليل على أننا في زمان قريب من زمان السفياني وليس هناك من دليل على أننا في زمان قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله عليه إذا كان الحديث عن دليل قطعي فإننا لا نملك هذا الدليل لكن إذا كان الكلام على وجه التقريب وإذا كان الكلام وفقا لما أرشدونا إليه من أن نتوقع الفرج صباحا ومساء ووفقا لما جاء في أحاديثهم من أن ظهور الإمام سيكون مباغتا مفاجئا إذا كان الحديث بهذا الاتجاه فإننا في زمان قريب من زمان ظهور السفياني وحينئذ سنكون في زمان قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن أقرب لكم الفكرة إذا أردنا أن نعود إلى الماضي وأردنا أن ندرس التأريخ الشيعية في إيران والعراق لم نعهد في التأريخ الشيعي الإيراني والعراقي أن تنشأ حكومة شيعية دينية في إيران في إيران مثلما نشأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم نعهد هذا في كل تأريخ إيران وفي الوقت نفسه هناك الدولة اليهودية المستعلية في فلسطين لم يمر هذا في التأريخ عودوا إلى كتب التأريخ اليهود غادروا فلسطين قبل ألف سنة بشكل واضح وهذا أمر يعرفه المطلعون على تفاصيل تأريخ اليهود وعلى تفاصيل تأريخ فلسطين بقيت بقايا من اليهود في فلسطين أما أن تكون لهم دولة مستعلية هي أقوى الدول في المنطقة كلها عسكرية اقتصادية سياسية علمية إعلامية مخابراتية حتى بات الجميع يخطبون ودها دولة مستعلية متمكنة قوية جدا لم يكن هذا في التأريخ عودوا إلى التأريخ وقرأوا التأريخ بدقة في فلسطين في فلسطين دولة يهودية مستعلية مثلما تحدثت الآيات الأولى من سورة الإسراء متى تأسست هذه الدولة في زمن قريب في زمن قريب 1948 متى بدأت طلائع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1962 المدة الزمانية قريبة جدا 1948 تأسست الدولة الإسرائيلية واستعلت استعلت بشكل غريب في مدة زمنية يسيرة استعلت واستولت طلائع الجمهورية الإسلامية بدأت سنة 1962 إلى أن تأسست سنة 1979 أو 79 دولة يهودية مستعلية في فلسطين دولة شيعية دينية في إيران هل هناك من توقع أن الشيعة يحكمون العراق بمنهج عباسي بعيد جدا عن الأذهان وهاهم شيعة العراق بأحزابهم القطبية ومجموعاتهم العباسية يحكمون العراق لا هم مع إيران ولا هم يضادون إيران هناك وهناك دولة شيعية دينية في إيران وهذا ما حدثتنا الروايات عن من أن حكومة شيعية دينية ستكون في إيران زمان ظهور السفياني وزمان ظهور إمام زماننا ودولة مستعلية يهودية في فلسطين وحكم عباسي شيعي في العراق ما بين الكوفة وبغداد وهاهو موجود أمام أعيوننا وفتنة شامية مضطربة مضطرمة وهاهي الفتنة الشامية المضطربة المضطرمة والرايات متعددة مختلفة فيها الحكومة السورية لا تستطيع أن تسيطر على سوريا بشكل حقيقي المعارضة كذلك لا يستطيعون أن يسيطر على سوريا بشكل حقيقي فالنظام السوري قائم موجود المعارضة قائمة موجودة نظام بشار الأسد لا يستطيع أن يقضي على المعارضة الحركات الإرهابية موجودة دول المنطقة كلها تتدخل في سوريا فتنة غريبة لم يمر في تأريخ سوريا كهذا الذي يمر فيها مرت فتن كثيرة في بلاد الشام لكن أن مرت فتنة كهذه التي تعيشها سوريا لا أعرف شيئا من هذا في كتب التأريخ وأقول هذا عن اطلاع وعن خبرة كل هذا قد اجتمع في زمان واحد حكومة شيعية دينية في ايران وقد انبثقت من قوم الروايات والله هكذا حدثتنا حكومة شيعية عباسية في العراق ما بين الكوفة وبغداد وتكون بعد زوال الحكم المرواني وعلامة واضحة مسير الناس الى زيارة الحسين الروايات هكذا اخبرتنا دولة اسرائيلية مستعلية في فلسطين تزداد علوا يوما بعد يوم تزداد قوة يوما بعد يوم فتنة شامية مستحكمة ومستحكمة كلما ارهدوا ان يغلقوا نافذة من نوافذها فتحت ابواب وابواب اليست هكذا حدثتنا الروايات حراك تركي منذ ان سقطت الدولة العثمانية لم يكن لتركيا حراك كهذا الحراك لقد انتشرت تركيا في كل مكان اصابعها تتحرك في العراق اياديها تتوغل في سوريا وحتى في لبنان اثارها وصلت الى مصر اما في الشمال افريقيا في ليبيا وغير ليبيا فتركيا رقم صعب في البحر المتوسط في قبرص وغير قبرص جموع الاتراك من انصار حكومة اردوغان في الدول الاوروبية في دول الاتحاد الاوروبي لهم ما لهم من تأثير سياسيا اقتصادي اعلاميا في الاجواء الاوروبية تركيا في حالها اليوم لم تكن ولا بنسبة واحد بالمئة عبر السنين منذ ان سقطت الدولة العثمانية وتأسست تركيا العلمانية التغيير السريع والغريب في السعودية قد يقول قائل من ان الحكومة السعودية قوية وهذا صحيح لا يستطيع احد ان ينكر ذلك لكن التغيير السريع والغريب والعجيب الذي طرأ على السعودية ينبئ في الوقت نفسه عن ان الحكومة قوية لكنه ينبئ في الوقت نفسه عن وجود ثغارات في البنية الدينية في البنية السياسية في البنية الاجتماعية في هذا البلد اذ يمكن في لحظة من اللحظات في قادم الايام تتسع هذه الثغرات ويتهاوى الحكم السعودي لا اقول الى الارض لكنه يتهاوى ضعيفا يتشتت حال السعودية مثلما حال العراق متشتت الان حيث ان الضعف سيسري في كل جهاتها وفي سائر دول المنطقة الا الدولة الاسرائيلية ستبقى قوية ستبقى قوية ومستعلية الى زمان الظهور الشريف كل هذه التفاصيل التي ذكرت في الروايات واجتمعت في آن واحد ألا تدفعنا الى ان نتوقع ان ظهور السفياني على الابواب واذا كان ظهور السفياني على الابواب هذا يعني ان نظهور امام زماننا على الابواب انا لا اقول هذا الكلام بشكل قطعي لكنني عردت الحقائق بين ايديكم وانتم تعاملوا مع هذه المعطيات بمنطق سليم وبتدبر أليست النتائج التي ستصلون اليها هي هي النتائج التي احدثكم عنها الان نذهب الى فصل السؤال الذي وجهه اليكم بعد كل هذه التفاصيل اقصد التفاصيل التي عرضتها بخصوص السفياني وبخصوص شيعة العراق وبخصوص موقف النجف وكربلا وكذلك اقصد التفاصيل التي اشرت اليها مما تحقق على ارض الواقع في منطقة الظهور في ايران في العراق في فلسطين في سوريا في تركيا في السعودية وهكذا في بقية المنطقة السؤال الذي اسألكم اياه اليس من المنطقي العقائدي انني اتحدث عن المنطق العقائدي اليس من المنطقي العقائدي ونحن في زمن الانتظار وفي زمن التمهيد لمشروع امام زماننا ان نأخذ هذه القضايا وهذه المطالب بنظر الاعتبار لا اقول ان نتعامل معها بشكل قطعي بدرجة مئة بالمئة ولكن ان نتعامل معها بمستوى عال من التوقع المعطيات هي التي تحدث عن نفسها بنفسها ومثل ما بيّنت لكم من انني لا اعتمد على احاديث المخالف ولا اعتمد على احاديثنا الشعية التي لم ترد في كتبنا الاصلية القديمة لا انكرها اضعها في الحاشية انني اعتمد على الاحاديث الصحيحة الثابتة الواردة عنهم في كتبنا الاصلية القديمة هذه المضامين من كلماتهم من رواياتهم واحاديثهم المنطق العقائدي هو الذي يلزمني ان اتحدث بهذه الطريقة ما اصر عليه من ان موقف شيعة العراق سيكون بجانب السفيان وشيعة العراق سيحاربون صاحب الزمان القرائن الشواهد في الروايات وعلى ارض الواقع هي التي تقودني الى ذلك قطعا انا لا اقول هذا الكلام بشكل قطعي بدرجة مئة بالمئة والذي اسعى اليه ان انبه الشيعة لهذه العاقبة السيئة التي بامكانهم ان يغيروها هناك اكثر من سيناريو الامة تحدثون عن اكثر من سيناريو لماذا كي ينبهونا الى انه بامكاننا ان نغير واقعنا وهذا هو السبب الرئيس الذي يدفعني للحديث دائما عن هذا السيناريو اريد ان انبه الشيعة الى العاقبة المخيفة ان تكون الشيعة مبايعة للسفيان ومناصرة للسفيان ضد امامها اية عاقبة هذه بعد بعد كل هذا العناء يا شيعة العراق بعد كل هذا العناء تنحصرون السفيان لماذا انا اقول لكم لماذا السبب اصحاب العمائم في النجف وكربلا مشكلة مشكلتكم هنا ابتعدوا عن هؤلاء حينئذ ستجدون الطريق الصحيح الى امام زمانكم ما دمتم تربطون انفسكم بهؤلاء الكذابين الذين يعادون صاحب الزمان ويقولون لكم نحن نوابه وهم لا يفقهون شيئا من معرفة امام زمانه ولا من معرفة فقهه واحكامه وثقافته وتفسيره وعقائده ما دمتم على رباط مع هؤلاء فتوقعوا ان تناصروا السفياني وتوقعوا ان تحاربوا امام زمانكم وقت الحلقة انتهى اتمنى ان يكون الجواب نافعا ومفيدا نلتقي غدا في حلقة جديدة وفي جواب على سؤال جديد اسألكم الدعاء جميعا في امان الله شكرا